خمسة أيام قضاها الطفل المغربي ريان في البئر شدت أنظار العالم كله مترقبا لحظات خروجه بعد مهمة شاقة ومعقدة قام بها فريق الإنقاذ لتقطع بعد ذلك فرحة إنقاذه صدمة خبر وفاته رحل ريان وبقيت قصة حياته في البئر هي الأثر الأكبر التي تركه في قلوب مئات الملايين الذين وقفوا أمام قيمة الحياة وأعظموها بتفاعلهم مع الحدث وفهموا معنى الحرمان والاعتقال والرغبة الجامحة إلى الخلاص تألم ريان في قعر بئر بإحدى مناطق المغرب فإذا بالملايين من الشعوب العربية وغيرها تفاعلوا مع آلمه حتى الذين يفقدون يوميا أطفالهم في مخيمات النزوح وتحت وطأة الحرب كانوا أكثر تفاعلا مع قصة الطفل المغربي فربما جسد لهم حقيقة واقعهم فهو محتجز داخل بئر عميق بعيدا عن أهله الذين لا يملكون شيئا لإنقاذه سوى الدموع والرجاء كذلك النازحون والمعتقلون والمشردون في العراق وسوريا ولبنان واليمن وفلسطين يعيشون منذ سنوات في بئر النسيان العالمي فرق الإنقاذ التي لم تدخر جهدا وعملت لأيام متواصلة لإنقاذ طفل واحد كان الجميع يراقبها ويتمنى لها النجاح بالمهمة لأنها كانت أكثر صدقا وحرصا على دموع أم ريان بينما الفرق السياسية تجتمع في الأرويقة الدولية تحمل بيدها ملفات ملايين الأطفال ولم تتقدم مترا واحدا داخل بئر مأساتهم لإخراجهم خرج ريان من البئر بالنهاية وإن كان جثة هامدة لكن قصته لم تنتهي وما زالت تذكر بأن المسافة بين الواقع المأساوي وحلم الخلاص قصيرة إذا وجدت الإرادة